العنصر الخامس من مكونات العصر الجديد واللي بيشكل ضغط على الحكومات وبيجبرها على الابتكار هو مجرد الأعداد اللي بنحتاجين نقدم لها خدمات العالم بينمو مع تطور الطب والصحة والتعليم العمر المتوقع عم بيزيد في كل دول العالم العالم عم بينمو وصلنا الآن لمرحلة من عدد سكان العالم وشفنا النمو اللي عم بيحصل فيها وحيزيد هذا الرقم وفي كل دول العالم عدد السكان عم بيتنمو فعدد الناس اللي بيحتاجوا للخدمات الضغط على الخدمات الحكومية عم بزيد وبالتالي الحكومات لم تعد قادرة غالبيتها الآن على التعامل مع هذا الضغط من واحد توفير المدارس تعبيد الطرق توصيل البنية التحتية وابتدأت الحكومات بسبب هذا النمو الزائد والهائل في الأعداد اللي تطار تخدمها ابتدأت تنظر إلى التعاون مع القطاع الخاص وشفنا أمثلي كثيرة بل استراتيجية الإمارات العربية المتحدة الأخيرة اللي تم إعلانها على مستوى الحكومة الاتحادية هذا هو واحد من العناصرها الرئيسية وركزها الرئيسية تعهيد للقطاع الخاص بتقديم الكثير من الخدمات الحكومية فهذا العنصر الخامس العنصر السادس مهم جدا لأنه العنصر السادس بيتكلم عن وجود مشاكل معقدة وخينا نعرف مشاكل معقدة في العمل الحكومي في السابق كنا ننظر للتعليم أنه فقط يركز على تعليم الطلاب الصحة فقط تركز على العلاج لما نتكلم عن مشاكل معقدة مثل البطالة البطالة مشكلة معقدة البطالة لا يمكن حلها بمؤسسة حكومية واحدة كوزارة تعليم أو وزارة عمل أو وزارة اقتصاد حل مشكلة البطالة بحاجة لعمل مشترك ما بين 6-7 جهات حكومية يشتغلوا كفريق واحد وليس تشكيل لجان ونفرق ما بين العمل كفريق واحد يبحث عن ابتكارات وما بين تشكيل لجان حكومية المشاكل المعقدة مثل البطالة التغير المناخي هذه مشاكل كلها خارقة للعمل الحكومي لا يكفي أن تتعامل معها مؤسسة واحدة ولا يمكن أن يتعامل معها بالهياكل الحكومية القديمة وجود هذه المشاكل المعقدة مع ازدياد أعداد السكان مع وجود المعرفة للجميع مع المقارنات المستمرة مع توقعات العملاء بأريده الآن مع ولوجة حائل الجوال كلها تؤدي إلى عناصر بتشكل هذا العصر الجديد وباقي عنصرين حنتكلم عليهم الآن اللي بيشكلوا هذا العصر الجديد العنصر قبل الأخير اللي حنتكلم عنه هو تنافسية الدول ذكرنا التنافسية وذكرنا أهمية التنافسية اللي حيحصل في العشر سنوات القادمة التنافسية والتنافس رح يزيد ما بين الدول هيصبح العالم كله مثل بطولات كأس العالم كلنا سنتنافس نتنافس على رؤوس الأموال إذا فيه مستثمر مع مئة مليون ستتنافس عليه الحكومات كلها لجذب هذا المستثمر سنتنافس على العقول إذا فيه عندنا عقول مبتكرين أطباء أي أشخاص عندهم عقول وقدرات أو حتى مهارات يدوية ستتنافس عليها كل الدول وستتغير كل عناصر الهجرة في السنوات القادمة لأنه سيكون فيه جذب للكفاءات ستتنافس الدول على كل الموارد الطبيعية فهذا التنافس الحامي هيزيد كتير ما بين الدول على كل شيء على الطرق التجارية فهذا عنصر أساسي بيأثر على الحكومات ومن أشياء اللي بتشكر العصر الحديث وخلينا الآن نتكلم على العنصر الأخير اللي نعتقد أنه في العشر سنوات القادمة سيكون أكبر مؤثر وأكبر ضاغط على الحكومات في منطقتنا واللي هيغير شكل الحكومات قلبا وقالبا والحكومات تحتاج لابتكار للتعامل مع هذا العنصر هل برأيكم هذا العنصر تكنولوجيا أم بنية تحتية أم أموال هذا العنصر هو الشباب العربي هو الشاب العربي اللي الآن عمره تحت سن الخمسة وعشرين هذا العنصر اللي بيشكل الآن أكثر من خمسين بالمئة من مجتمعاتنا العربية هذا العنصر هو الشاب العربي اللي قبل اللي بخلال العشرين سنة الماضي نمى في عالم جديد نما في عالم ليس عالمنا السابق نما في عالم متصل مرتبط بالتكنولوجيا مرتبط بالانترنت بتويتر بفيسبوك أفكاره معرفته قدرته الذهنية قدرته على التركيز قدراته التقنية هذا الجيل الجديد مختلف مئة في المئة عن الأجيال السابقة هذا الجيل الجديد لن يتقبل المعلومات الحكومية سيأخذ المعلومات عن طريق تويتر هذا الجيل الجديد لن يتقبل المقارنات المحلية سيقارن مع دول اليابان وسيقارن مع دول ألمانيا هذا الجيل الجديد لن يتعلم بالطريقة التقليدية لأنه عنده أكسس على الكمبيوترات بيتعلم أسرع من المعلمين الآن هذا الجيل الجديد عنده طموح كثير بالتحسين بكل الدراسات اللي عم بتمره هذا الجيل الجديد كثير بيهتم بتطوير المجتمع ليس لديه الحوافز المادية بالقدر اللي كانت موجودة في السابق جيل جديد بيسموه الميلانيالز بيسموه أسماء مختلفة حسب فترة ولودهم لكن هذا الجيل الجديد سيكون أكبر دوافع تغيير العمل الحكومي وإذا كنا نعتقد أن الحكومات السابق ستستطيع أن تتعامل مع هذا الجيل الجديد بالأليات السابقة فسيكون هناك ضغط على الحكومات للابتكار فتخيلوا لو جمعنا كل عناصر الابتكار المعرفة موجودة للجميع مقارنات مستمرة من كل دول العالم بتقارن الآمنة و أساسة الدولية توقعاتنا كمتعاملين و كمواطنين نريد كل شيء الآن لا يمكن الانتظار لسنوات و لأشهر الجوال أصبح جزء من حياتنا و 100% من مجتمعاتنا تستخدم الجوال أعداد الأشخاص اللي بنحتاج نخدمها والمواطنين عم بيتزيد بشكل مستمر المشاكل اللي عم بنحاول نحلها متعقدة و متداخلة كل الدول تتنافس على رؤوس الأموال و المهارات و الطرق التجارية و كل هذا في إطار جيل جديد فكره مختلف تماما عن فكرنا زمانه مختلف تماما عن زماننا فهل حكوماتنا لديها القدرات الآن و المهارات تتعامل مع كل هذه المتغيرات لابد أن الحكومات تبني قدرتها على الابتكار لابد تبني آليات الابتكار لتكون من أحسن حكومات العالم اللي قادر تقدم خدمات و تواجه كل التحديات اللي بيوفرها هذا العصر الجديد بل أهم من ذلك أيضا تستغيل كل الفرص اللي بيوفرها هذا العصر الجديد لأنه هناك الكثير من الفرص من هذه العناصر اللي ذكرناها ممكن تحسن حياتنا كلها اللي بيوفرها هذا العصر الجديد